بعد أيام على بدء تنفيذ إسرائيل سلسلة عمليات عدوانية على لبنان بداية من تفجير أجهزة البيجر والاتصال اللاسلكي وصولا إلى اغتيال عدد من قادة وحدة الردوان التابعة لحزب الله شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا واسعا أصفر عن استشهاد أكثر من خمسمائة وثمانية وخمسين لبنانيا معظمهم من المدنيين هذا العدد الكبير من الشهداء الذين سقطوا في يوم واحد دفع كثيرين لمقاربته أو بالأحرى لمقارنته بعدد الضحايا الذين قتلهم جيش الاحتلال خلال 34 يوما في حرب تموز عام 2006 والذي يقدر بألف ومائتي شهيد وقتها ما يعني حسابيا أن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال 24 ساعة يقترب من نصف عدد ضحايا حرب تموز التي استمرت لأكثر من شهر وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض قال إن العدد غير المسبوق للإصابات بلغ نحو خمسة آلاف في أقل من أسبوع ما يعادل قرابة نصف عدد إصابات حرب تموز التي بلغت أو بلغ عدد الإجمال فيها عشرة آلاف في حرب تموز وهو ما يظهر في رأي الوزير التوحش والعدوانية التي يتصرف بها العدو الصهيوني كما يقول فراس الأبيض الجامعة العربية أدانت الغارات الإسرائيلية على لبنان إذ قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هذا التصعيد الخطير يمثل اعتداء صارخا على السيادة اللبنانية ويهدد بتفجير الوضع الإقليمي على نحو ستكون تبعاته مقلمة على الجميع يقول أبو الغيط بينما أدانت دول عربية منها قطر مصر السعودية والإمارات والأردن دانت الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان محذرة من أن هذه الهجمات تزيد من خطر انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة أما منصات التواصل الاشتماعي فشهدت تفاعلا واسعا هنا وزير خارجية تونس الأسبق رفيق عبد السلام قال عدد الشهداء في لبنان من المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء يقرب من أربعمائة اليوم طبعا رفيق عبد السلام كتب هذه التغريدة قبل أن يتجاوز عدد الشهداء الخمسمائة الآن ثم يضيف الوزير السابق ويكمل الأمريكان يتحدثون عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هنا يستغرب الناشط الحقوقي يحيى الحديد قال كيان الاحتلال الصهيوني يعتبر المدنيين أهدافا عسكرية ويقوم بقصفهم في المنازل وفي الطيقات فهو يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء والجرحة من أجل الضغط على السكان لإخلاء قراءهم ومدنهم وتهجيرهم خارج جنوب لبنان الآن مع المدون الفلسطيني بلال نزار ريان يكتب في أول أيام العدوان يقدم لبنان خمسمائة شهيد وأكثر من ألف وستمائة جريح وهو بعد غزة أكبر عدد من الشهداء كان بإمكانهم يقول بلال الحياد والنأي جانبا لكن حلفاء الصدق أوفوا بالكلمة والعاد في نصرة غزة ودعم مقاومتها الباسلة بالمال والدم والولد والبلد بلد كما يقول بلال نزار ريان أما منشئ المحتوى أحمد الطريفي فقال تقريبا ثلاث سنوات على حرب روسيا وأوكرانيا ولم يصل عدد القتلى إلى خمسة في المئة من الشهداء في غزة ومن بارح في لبنان عدد الشهداء تجاوز خمسمائة شهيد في يوم هل لسه في ناس مقتنعين أن حرب إسرائيل هي عسكرية؟ تستهدف أهدافا عسكرية؟ في عاقل يضيف أحمد؟ في عاقل شايف إسرائيل؟ أي شيء غير إرهاب نازية ووحشية؟ يتسأل بينما قال المحامي خالد عبد الله المهندي سيتواصل ارتفاع عدد الشهداء في لبنان من الضحايا لا سيام الأطفال والنساء كما وصل في غزة إلى 41 ألف شهيد والتسبب في جروح وأمراض وبطر أعضاء فماذا تنتظر الجامعة العربية أو الدول العربية إلى مثل مجتمع الدولي يصمت على إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل يقول خالد المهندي